اشتركوا في القناة موضوع العقود هي موجودة معنا ولحتى تعطينا هيك شوية فكرة عنهم. أهلا سهلا فيك بداية. صباح الخير يا وطن وبيسعدني لقائي معكم وان شاء الله نقدر نقدم فكرة للمواطن تكون صحيحة على العقود بشكل عام تساعدوا هلأ خاصة في هاليا. صباح الخير استعادة سروة تنورتينا صباح وقارات انت دائما منورتينا بتصدقائك المميزة. شكرا كتير لك والحلوة أكيد والمعلومات اللي بتعطيها هيك من قلبك. مشاهدينا دائما بيستفادوا من اطلالاتك علينا عالم المحامات عالم كتير واسع وهو شي ضروري نكون ملمين على الاقل بأركانه الأساسية لحتى نعرف كيف نحفظ حقوقنا وأيضا حتى نعرف كيف نتعامل مع حقوق الغير. مثل ما حكت باتقول العقود يعني نقطة كتير أساسية بالحياة وكتير ملمة وفيها كتير تشعوبات وعليها كتير إشكاليات. بداية رح نعرف مشاهدينا شو تعريف العقد. شو أركان العقد الأساسية بين المتعاقدين أنا بتشكرك على المقدمة اللي قدمتها لإلي وإن شاء الله كون بستحق وأكيد نحن بشكل عام الجندي يدافع عن الوطن في ساحات المعركة وأنت تدافعين على الوطن بشكل عام بالكلمة وأيضا بتقديم الخدمة لأي مواطن هذا بعده أيضا واجب وطني على كل إنسان. العقود بشكل عام هي عبارة عن إبرام يكون بين شخص شخصين أو أكثر إنه محل وسبب يجب أن يكون صحيح وهذا العقد يجب أن تتوفر فيه شروط معينة يعني أنه مثلا البائع المشتري يكونوا على الطلاع كل واحد بالالتزامات اللي بتترتب عليه تجاه الآخر وهناك واجب معين يترتب عليه من أجل طبعا إتمام هذا العقد لكن بشكل عام نحن هلأ بالنسبة للعقود المواطن يقع بمشكلة كتير كبيرة هي مشكلة العقود الجاهزة يعني نحن بشكل عام عم نعاني من مشكلة كبيرة إن المواطن لما بيجي ليبروا معقد ما بيعرف شو الحقوق اللي مترتبة عليه أو الالتزامات المترتبة عليه والحقوق اللي بتكون لإله تجاه الطرف الآخر فبالتالي هالشخص فيما بعد بيبتدي بمسار عاطفي إنه نحن ما اختلفنا على المبلغ ما اختلفنا على شيء فيما بعد تفاجئين بعقود هشة ضعيفة تفتح باب النزاع له بداية وليس له نهاية قد تصل بعض طبعا موضوع النزاعات المتعلقة بالعقود بشكل عام لمراحل زمنية قد تتراوح الخمسة عشر سنة وما يحصل لأنه ما مشكلة المحاكم أو القضاء مشكلتهم هنا إنه كل واحد في يون فيه صغرات معينة استغل الطرف الآخر وما انتبه عليا فبالتالي عطى باب النزاع ومن حق القاضي والقضاء بشكل عام يتأكد من صحة العقود وبالتالي تحميل الطرف الملتزم ما يترتب عليه يعني مشكلة المواطن أنا بنصحه من باب طبعا هالزاوية الرائعة ولقائي الصباحي معكم إنه يكون على بيينة أنا شو الموضوع اللي بدي أبرمه العقد اللي بدي أبرمه وليش بدي أبرمه ومين هو الطرف الآخر شيء آخر شو البنود الموجودة بالعقد هي البنود بشكل عام بالإضافة إلى موضوع آخر إنه صحة الملكية يعني مشكلتي أنا بدي أشتري عقار معي موضوع العقار هذا بدي أكد إنه عائدة ملكيته لمن ثانيا من زاوية أخرى طبعا عزروني يعني بشكل عام إنه لو سبقت إنه على ممكن الأقتراحات أو الأسئلة اللي بدكم تطرحوها عنا بمجال العقارات أو الأراضي ما يعرف داخل مناطق التحديد والتحري وهو المناطق خارج مناطق التحديد والتحري كيف عائدية ملكيته إذا تم بيع لأكثر من شخص مين اللي بيحق إنه يتملك هالعقار أو الأرض رح نحكي بالتفاصيل عن هذا الموضوع بس نذكر مشاهدين بطول بأرقام تليفونات مشان يتواصلوا معنا مشان يحققوا الفائدة الأكبر أكيد إستاذ سروات جاهزة للرد على كل تساؤلاتكم على 429 ميتان مشاهدينا 429 ميتان ناطرين نسمع صواتكم اليوم الصباح تفضلي بشكل عامي هلأ أنا لما بدي أشتري عقار أو أرض معينة أرض زراعية أو أرض من أجل إقامة بناء علي أو أي منشأة يجب التأكد من عائدية الملكية طبعا عائدية الملكية بشكل عام اللي بيأكد ليها السجل العقاري السجل العقاري بيعطيني الدليل الإسباتي القطعي لمين عائدة الملكية بالنسبة للسيارة هلأ المشكلة بالنسبة للسيارات كتير كتير عم نوقع فيها لهالمشكلة إنه الشخص اشتري سيارة من الشخص يفاجأ بدائرة المواصلات أو دائرة النقل أن هذه السيارة لا تعود لذلك الشخص اللي اشتريها منه اللي اشتريها منه فيما بعد إنه وين كل ما بدي أحصل على حقي أنا اشتريت هذه السيارة وتم التصرفية لعدة أشخاص فهون المواطن يجب أن يكون أنه على بيّنة أنه كيف بدي أتصرف هلأ العقار بالنسبة للعقارات داخل مناطق التحديد والتحرير مثل ما قلنا أنه دائرة أو السجل العقاري بيطابه الأخضر بيأكد لي أنه لمن عائديته فبيتم إبرام العقد بشكل صحيح تحديد البنوت بشكل واضح بيّن للأطراف حتى ما يقدي ذلك بالنهاية للنزال خاصة من عائشة في مشكلة مثلا شخص عنده بيت عربي كبير إجا متعهد قال له أعطيني هلبي أنا برفعه مثلا بناء وبعطيك لنفطرة 3-4 شئة والبقية لقيل يفاجأ الشخص أنه المتعهد البناء وشفته على أرض الواقع قال له أنا بعطيك مثلا بالطابق الرابع وما يعلو طلع بالطابق الثاني وبداية الثالث وتوقف عن البناء يعني كله ياتوا عائد للمتعهد هون احتار بأمره الشخص أنه أنا الأرض لقلي والبيت لقلي وتم التصرف لهالشخص بس ما استفدت شي فهون بدك الدوري على الصغرات هو أنه أنه بيبند من بنود العقد أنه لحين إتمام البناء بس أي بناء من خلال هالطريقة هالصغرات قدرنا ندخل منها أستاذي سروت يعني هو بنفهم من كلامك أنه الإشكالي عم بتكون لما عم يتم الشراء أو البيع مع إن كان سيارات أو عقار أو أي أن يكون رح ناخد الاتصال بعدين نكمل السؤال تفضلي أحلام صباح الخير ألو صباح الخير بسعد صباحك كيفك؟ أهلا وسهلا تفضلي الله يسلمك ممكن أحكي مع الأستاذة؟ أستاذة سروت تفضلي صباح الخير أستاذة؟ صباح النوم كيف صحتك؟ الله يخليكي يا رب نورة الشاسة أكيد مش عركك الرأي شكرا بس ممكن أخذ الإستاذة يعني وين ممكن شوفها بدي فيه موضوع بطير خاص باني وبانا تكرم عيوني تحت الهواء تحت الهواء تاخذي الرقام عندك سؤال أحلام؟ لا ما عندي سؤال بس فيه شغلة بيني وبانا حبي احكيها بيني وبانا بالمكتب عندها يعني بس إذا بتدلني وين المكتب؟ أكثر معيوني نعطيك العنوان شكرا لنا أحلام شكرا لدي أحلام شكرا لديك سالة يا هلا هلا كنا عم نحكي أستاذة سروت أن المشكلة معناتها تكون الأساسية لما عم بيتم يعني سياق التعقد والعقد مثل ما بنعرف شريط المتعقدين دون الاعتماد على محامي صح ما بس على محامي أو ما يعرف المواطن العادي نحن بحلقات سابقة تطرقنا إلى ثقافة القانون ثقافة القانون أن يعلم المواطن ما له وما عليه قانونا لكن بس يعني صعب المواطن لم بتفاصيل قانونية دقيقة يعني القانون واسع وشاسع ومتبع هذا التكيكيدي في سغلات كثيرة بس يترك المحامي قادر يضمن لنا حقنا؟ هذا السؤال يعني أنا صريحة من هالناحية بس المشكلة اللي عم توقع ما بس بجهل المواطن أو عدم علمه بالسغرات أو النواحي القانونية اللي بتفيدوا الاعتماد فقط على بعض المكاتب وللأسف دون ذكر يعني نحن عم نحكي عموميات عموميات بشكل عام في بعض المكاتب عم بيستغلوا المواطن يعني عزرا منك حتى عم يوقفوا على باب المحكمة ليش لتعين محامي أو تسأل محامي تعال عندي أنا بأقل الأسعار وكل شي ببرملك عقد حتى أستاذي في ظاهرة يمكن أسا أبشع يعني في بعض ضعاف النفوس وأكيد حضرتك على اطلاع بهيك مواضيع عم يستغلوا غياب بعض الأشخاص خارج البلد ونقل ملكياتهم كمان برجع نقول هالسؤال رائع جدا أنه لازم نتطرق له خاصة بالوضع الحالي يعني فيه بظل الأزمة هو صار هيدا الشيء نقل ملكياتهم لحسابهم الشخصي وبيعة وشراءة ومن شخص لشخص وبل أكثر من ذلك صح كيف ننحد من هذه الظاهرة نرجع ونقول لما أنت بتكوني على بيينة بالنسبة للموضوع اللي أنت بدك تشتري أو تتعاملي معه بشكل عام يعني أنت بدك تشتري عقار أو بدك تشتري أرط لازم تعرفي عائدية ملكيتها برجع وبإلي على العقارية على العقارية طيب نحن بلكي حتى بالعقارية مثلا فيه لبس بالموضوع إذا تم لبس موضوع يجب الاعتماد بشكل عام مثل ما قالت الأستاذة عتاب الاعتماد على رجل قانون يعني ما ضروري تعمل له وكالة مفروض الاستشارة القانونية تكون مجانة لمساعدة المواطن يعني أنا أول محامين ما أقول أنه أنا الوحيدة في أساتذة مخضرمين أكثر مني بكتير موضوع الاستشارة لازم يكون مجاني للمواطن يعني المواطن بهيك بتشجعها مرأت عليكي هيك حالة أكيد طبعا أنه بالنسبة لإلي موضوع مرأت من فترة عدة حالات وأشهرها حالة أشكر رب العالمين أنه طلعت منها شخص تقدم لي بسبوتيات معينة أنه في عقارات مجموعة عقارات وليس عقار عائدي بأي منطقة منطقة كانت ساخنة والحمد لله أنه رجال الجيش العربي السوري رجعوها هي منطقة الحفة جب لي بيانات أنه منتقلة من شخص لشخص وعلى شو اعتمى يعني على فكرة بعض الأشخاص ضعاف النفوس بيتمتعوا بالزكاة لكن للأسف الزكاء السلبي يعني الزكاء اللي بيوظفه للشر فقال لي أنا مشتري من عدة أشخاص بموجب وكالات وهالوكالات احترقت بمحكمة الحفة فأنا لما رجعت لمحكمة الحفة وجايب لي وكالة من شخص لشخص آخر يعني موضوع متشعب أنه من وكيل من وكيل من وكيل لإله أنه نقل ملكية فأنا لما رجعت لإحدى الوكالات ولله الحمد المبرمة في اللازقية تفاجأت أن هالوكالة ملغية ما أنا موجودة ما أنا موجودة يعني أنت كيف عم تسمح لنفسك تنقل ملكية لإله لأ ولما أنه بالنسبة لعقد الأتعاب وما الأتعاب تفاجأت قال لي أستاذة فينا نتعامل بمجال الأنصات الدهى قلت له ليش نحنا يعني شو نعمل اللي أنت اللي عم تتعامل فيها ببلدك لتتعامل بأونصة دهى فلذلك هذا الموضوع بيأكدنا أنه العقود موضوع شائك شائك جدا جدا خاصة في هذه الأيام يعني عم يستغلوا غياب الشخص حتى موضوع إخراج القيد وأنا بتشكر دائرة النفوس المدني بمحافظة اللازقية اللي تنبهت لهالموضوع يعني أنا بدي أتأكد من بيان صاحب هذه الفيلة أو الشقة أو الأقار أو أيها نطلع له إخراج قيد نجيب أي شخص نحط صورته علية أنه هذا الشخص صاحب الفيلة أو البناء أو الأرض وتم إبرام العقد والطبصي بدي أنه للمواطنين ناحية قانونية يمكن ما حدث طرق لإله أنت ممكن بصمة الإبهام لا يمكن معرفته يعني شو بيعملوا هنا بعض العقود المزورة وعزرا يعني وضحناها بشكل كبير أنه بيبصموا باليسار بيرجعوا بيبصموا فوق بصمة الإبهام الأيسر كما نعلم بالكم مستحيل لتنين يتشابهم مثل بعض فبيرجع بيبصم فوق تماما هنا تضيع البصمات يعني أنت في حال أنه فيما بعد بدك تتأكدي من صحة البصمة من صحة العقود ما بتنكشف ما بتنكشف أنه من بينه لمن طيب أستاذي سروعة عندما يتم مثل ما حكيت بتقول هذه النقطة من استكمالها يعني قبل ما ننتقل على نقطة ثانية أنه استغلال شخص خارج البلد لعقار معين بتم بيع وشراء من عدة أشخاص وصاحب العقار لا يعلم بالنهاية عندما تقدم دعوة من قبل صاحب العقار الأصلي باسترداد ملكية هذا العقار غالبا تحكم المحكمة له يعني بتم تجاهل كل العقود اللي صارت هون بهاي الحالة المتضرر بيكون هو الشخص اللي اشترى إذا سمحتيني نحن موضوع قانوني على اجتماعي لنشد المواطن احدى الشخصيات كانت موجودة بكندا تفاجأ من إحدى جاراتها بابتصالها تفي عمت إلا أنه أنت أنت بأتي ما خبرتينها ما خبرتينها أتلا أنت ما في داعي أنت إلتي كل ما رجعتي لأرض وطنيك بيتك موجود أتلا أنا ما باعت العقار أتلا تم بيعه للعقار وللأسف يعني عزرا لو أنه النقابة ممكن تحملني مسؤولية أحد رجال القانون وتم حبسه كان مسؤول عنها الموضوع طيب أستاذي هنا الطرف الثالث معناته هو راح ضحيت الطرفين اللي اشترى طبعا طبعا يالي اشترى وهو ممكن يكون مشتري بحسنية ممكن عملية الشراء عملية الشراء لأنك شخصية موجودة بكندا أكيد ما مشتريها خارج مناطق التحديد والتحريد اسمحي لي ممكن يعني التدقيق على التفاصيل التدقيق على التفاصيل هلأ سوء النية أنا عندي سوء نية تجاهك يجب أن تفترض سوء النية مع الأسف يعني مع الأسف قبل أنه برمي عقل أنه أنا بدي أشتري مثلا بأرقى منطقة بمحافظة اللازقية هل يعقل يعقل أن لا أعلم من صاحب البيت الأصلي مستحيل أنه بهذه المنطقة ما يوجد الطابة باسم المالك الحقيقي وعادة عملية انتقال الملكية بتكون بطيئة جدا بوفاة الشخص للورسة للورسة يعني ما نمضطر أنه يبيع بيته أنه وقع بضائقة مادية معينة أو شيء ولو افترضنا هذا الأمر بده يتم أكيد نقل الملكية في دفاطر السجل العقاري هاي المشكلة يعني لازم ينتبه لإلى المواطن وبينسحب الأمر على السيارات أستاذي سروات طبعا بالمسبة للسيارات بشكل عام لأنه في كتير بيصير التباسات يعني أكتر من العقارات أكتر من العقارات لكن للأسف موضوع السيارات واضح جدا أكتر من العقارات يجد عندك إبرامك لشراء سيارة معينة أنك تروحي على دائرة النقل ما يعرف بالعامية المواصلة تتأكدي من انتقال الملكية ثانيا دائرة المرور خلال فترة السنة هناك مخالفات معينة إلا ما نقع فيها مهما كانت بسيطة إلا ما بيكون ضبط معين بإسم الشخص مالك السيارة صح يعني مثلا إلا ما يكون ضبط أنه مشان وقفة مخالفة مثلا طريقة صف إلا ما خلال العام فهون تتأكدي من المالك الحقيقي فإذا إبرام عقد البيع بدفاتر السجل العقاري بالنسبة لعقود السيارات عندك موضوع دائرة النقل والمرور بيأكد لك المالك الحقيقي وتسلسل انتقال الملكية لأنه شخص كمان إجهل عندي موضوع دعوة سيارة تاكسي يعني هو رجل بسيط تم توقيفه من قبل عدة أشخاص أنه بدأت وصلنا لمنطقة معينة فيما بعد حصلوا على السيارة ورمون تصرفوا بالسيارة لشخص آخر اللي باعها عبارة عن قطع منفصلة كلها يعتعن بعضها فهون هذا الشخص طيب اللي اشترى السيارة ما سيئ النية طبعا أكيد سيئ النية واشترى واضح لأنه الأمر يعني واضح الأمر أنت اشتريتها ما من المالكين حقيقيين ولا شيء لأنه دفتر السيارة هو بيأكد لك أنه عائدية الملكية لمن وكيفية تتصروا برجعوا بعيد أنه بالنسبة لعقد البيع الأطراب بتأكدوا من الحقوق والالتزامات اللي عليهم بعقد السيارة نفس الشيء لكن بالعقار هناك ناحية مشان الطرف اللي بيشتري عقار معين غير دفاتر السجل العقاري أنا بنصحه لبينما ينتقل الملكية لقيلوا بدفاتر السجل العقاري يرفع دعوة تسبيت بيع ووضع إشارة على العقار أما بالنسبة للسيارة فليس هناك داعي لوضع إشارة على السيارة بس للعقار بس للعقار لكن بس في ناحية هون هامة جدا أنه مناطق التحديد والتحرير خلصنا منها أما خارج التحديد والتحرير هون المشكلة يعني مثل العقار تم بيعه لأكثر من 13 شخص لمين العائدة بالملكية؟ عائدة للحائز والعقار أساسا الحائز الأصلي؟ ولا اللي اشترى؟ لا هلا عدة أشخاص اشتروا هذا العقار من شخص سيئ النية هو المارك الحقيقي لهالعقار بس باعوا لعدة أشخاص لعدة أشخاص الحائز للعقار يعني اللي اشترى أول مرة؟ لا لقاعد بالعقار يعني اللي عم يتصرف فاو اللي عم يستخدمه هو له هذا العقار أما البقية يجب طبعا رفع دعوة طعوي ولكن هون أستاذة سروة يعني بيكون حائز العقار إذا افترضنا أنه هو اللي باع يعني هو اللي أخذ المصاري وخلينا نقول يعني استفاد من كل الأشخاص اللي باعهم وبالنهاية يظل العقار لإله؟ لا موضوع الحائز ما معنى الحائز؟ أحيانا بيكون الحائز هو نفسه الشخص يعني نفسه المستملك للعقار واللي قاعد فيه نفسه هو اللي باعه باعه ممكن يكون هكي بيظل إله العقار رغم منه أخطأ بحق كل الأشخاص؟ هون بيتم بيعوا لهذا العقار لتعويض جميع اللي اشتروا العقار تماما هذا السؤال بس بالنسبة لشخص يعني أذا كان سيئنية عقار ما إلوه؟ وحائز هذا العقار بيظل يساحبه الأصلي والبقية يرفعوا دعوة تعويض على الشخص سيئنية تماما الشخص اللي أبرم ماهن لاقل طيب أستاذي بالنسبة لرفع دعوة تثبيت بيع بعد ما الواحد اشترى يعني المواطن هيك هايدي بتكون ضمنت له حقه استرجعت له ولا فيه إجراءات أخرى ممكن يعملها لحتى يقدر يضمن حقه هو دعوة تثبيت البيع هي اللي بتساعدك بشكل عام هي أهم ناحية ناحية الثانية عندك وضع إشارة على العقار وضع الإشارة على العقار هي الدليل القطعي في السبوتية لإلك أقوى من دعوة تثبيت البيع لأنه دعوة تثبيت البيع بده يجري قر البائع بنقل الملكية لإلك أما وضع إشارة على العقار تعطيك الأحقية أنه حتى لو شخص آخر بده يشتري هالعقار أو يتصرفها لا يحق له التصرف بهذا العقار إلا بعد رفع إشارة طيب أستاذي وإذا في أكثر من شخص حاطت هايدي الإشارة لنفرد اثنين أو ثلاث أشخاص الأولوية لصاحب الإشارة الأولى يعني صاحب الأسبقية بيتم أنه حصوله على حقه ثم بقية الإشارات والبقية البقية بيرفعوا دعوة تعويض على البائع الحقيقي وبياخدوا حقه؟ والله بقى حسب هلا إذا إنسان مفلس بشكل عام بشكل عام بياخد حقه هيك أجراء؟ طبعا بياخد حقه وبيتم يعني هلا شخص مثلا على مسؤولية مادية وجزائية حباس المسؤولية المدنية ما بتمون هلا بالنسبة فينا نقول وإذا مفلس شو بيصير فيه؟ يلاحق هلا بعض الأشخاص ما بيكتبوا شي باسمه بس لأطرق حتيات الله هين ناحية لأطرق لموضوع كتير هام جدا فيه تداخل بالنسبة لعقد البيع وعقد الزواج بتكون يعني تفاجأوا إنه بالنسبة أحد الأشخاص تقدم للزواج من إحدى السيدة عرض عليها قالها بتتنازلي عن المتقدم والمتأخل اللقاء إنه أنا ببروم عقد بيع باسمي عقد أولي كتبوا بإيده بينه وبينه قالها بس طبعا لما نبرم عقد زواجنا قدام المأزوم بتقولي واصلك كامل حقكو بتتنازلي عنه طبعا وافقته وبعد فترة من زواجهم يعني بدك تقولي سنة بدأ يدور ويبحث إنه بدأ يحصل على هذا العقد وهو طبعا مقطع وباصي تنصل من المسؤولية طبعا هي تنبهت لهالموضوع ووضعت إشارة حجز على العقا فيما بعد هو عم بيقول لا توقيعي ولا بصمتي ولا شيء أنا بدي طلقة وما بدي استمر بهذا الزواج أقول للتوضيح أستاذي سروات يعني يؤخذ بالعقد المكتوب بدون توسيق قانوني يعني مكتوب بخط اليد فقط يؤخذ به هلأ يجوز الأخذ به إذا كان العقار عبارة عن أسهم يعني أسهم ما متسجل بدوائر السجل العقاري فقط في هذه الحالة والاعتماد على الشهود يعني هي بتجيب شهود معينين وبتوجه له اليمين الحاسمة إني أنت ما أبرمت هذا العقد مقابل التنازل عن موضوع معين ما ضروري يعني شهود واليمين هن اللي بيحزموا الموضوع بيأكدوا هلأ ممكن هو يرد اليمين علي إلا أنه أنت بتحل في يمين إني أنا كتبت لك هالعقد في هاي اليمين الحاسمة ورد اليمين إذا حلفت اليمين طرف الثاني يحصل الموضوع لصالحة خلاص لا صالحة فلذلك موضوع العقود بدنا نرجع نعيد أنك بدك دوري على الأساسيات اللي تقدر تساعد المواطن يحصل على حقه خاصة نحن نقع بمشكلة بالنسبة لموضوع الزواج أنه بعض الفتيات للأسف أنه والله مجرد إجاءني الشخص مناسب لإلي أنه أنا مطالب بالمتقدم أو المتأخر أو ما أنه أبرم شي عقد بيحفظ لحقه فيما بعد فيما بعد بتعيش نتائج هالتصرف هذا وبتتندم على كل التصرف قامتها فلذلك موضوع العقود بشكل عام سواء عقود بيع أراضي أو بناء أو سيارات أو فيما يتعلق بموضوع الزواج أنا عم أرجع وأكد أنه بالنسبة للزواج هو عبارة عن عقد لأنه بده إيجاب وقبول وإيجاب والقبول أنك تستمعي إلى الطرف الآخر هلأ نحن ما متعارف عليه خاصة بمسلسلاتنا أن السكوت عنام ترد أنه خلاص هي خجلت وحمرت أنه موافقة هذا غلط كبير لأنه يجب أنه استماع شخصية قانونية معينة لمتطلباتها لها الزوجة فيما بعد لأنه تلزموا فيها لأنه بعض الرجال مثلا بيكون موافقة على عمل المرأة على موضوع معينة بعد الزواج بيغيير رأيه بيغيير رأيه تماما أو وعده أنه يكتب له بيت أو سيارة أو شي تفاجأ خلاص أنا تزوجت مبعا يعني هو مبدأ العقد أن يعرف كل طرف حقه ويضمن ويحفظ هذا الحق بشروط العقد باتبار أنه العقد شريطة له تعاقيدة طبعا هذا الحفظ بيمنعنا فيما بعد من أنه ندخل بموضوع النزاع موضوع أنه شائق صحيح وفيه أنه طبعا نتائج ما رح تكون جيدة لكل الأطرار لأنه مرور وقت لما بدك تحصلي مبلغ معين أو قيمة عقار معين لفترة زمنية معينة تعرفي تأخذ وقت كتير تستهلك زمن واجهد وأيضا تكاريف مادية وبالتالي الشخص خسران بكل النواحي أستاذة سروات استكمالا لهذا الموضوع يعني فيه نقطة أحيانا كتير بتصير أنه بيكون المحامي طبعا ما احترامنا للجميع هو أكيد دعاف النفوس موجودين في أي مكان وفي أي قطة بالعالم بيكون يعني متفق مع أحد الطرفين لخديعة الطرف التاني أنا عايشته تماما فهون بهذه الحالة يستطيع الطرف يعني خلينا نقول اللي تم هضم حقه أو تم التغرير به من قبل المحامي الإدعاء على المحامي ويترهد أنه عند الدعامي يعني بجيب نتيجة نقابة المحامين مشكورة يعني ممثلة بالأستاذة أمنة ميني ومجلس النقابة بشكل عام يعني وضعت على كاهلة أنه ملاحقة أي محامي بترتب على مسؤولية معينة بيتنفسخ العقد المبرم بهذه الطريقة طبعا هلأ كثير بتصير بعقود الإيجاب يعني مثلا شخص مأجر بيته بعقد قدين يعني أجار البيت تقريبا ما بيجاوز 300 ليلة أو الألف فهو بسيط جدا بالنسبة للقيمة المادية حالية هون المؤجر محامة مع محامي المستأجر بيتموا تلاعب الأطراف أنه أنت حصلت خلا يطلع المستأجر وأنت بترتب لك مبلغ بعي أستاذة إذا بتسمحي لنا ناخد أتصال هاتفي معنا سوها أهلا وصهلا فيك صباح الخير صباح الخير الله يعطيك الله عافية جميعا الله عافية يا هلأ إذا بتريدي ممكن أحكي مع الأستاذة هي موجودة معك إذا بتريدي أستاذة كيف صحة إن شاء الله منيحة يا هلأ الله يخليك الله يخليك ممكن يعني إذا بتريدي يعني ممكن قدر أخذ رقم مكتبة مشان استشارة يعني مشان بننبيع بيه أتكلم معينك بس في صبعات يعني الأرقام تحت الهوا فيكم تاخدوها رقم مكتب الأستاذة إذا بتريد سوها حكينا على التليفون بس خلص برنامجنا وأكيد زملائنا بالكنترول بيعطوك الرقم تكلم معينك طيب بس فينك تقلي لي شو موضوع المشكلة بس نحنا يعني خايفين الأستاذة يعني في وحدة باعت شترت بيت وتطلع بيتها البيت اللي شترته من باعي يعني وكتير عم من عاني من هالمشكلة يعني بدنا مشان يعني وقت نبيع البيت مشان نستشيرك يعني تكرم عيني الله يكرمك يعني أصلي مشان نبقى ننتصد فيك ونستشيرك مع الشيك تكرمي سوها إذا سمحتي تعطينا رقمي يمكن أستاذة بهيدي الحالة بهيدي أصدق أنه توضع إشارة طبعا بهيدي الحالة بهيدي الحالة وكتير من الحالات أختي الكريمة يعني المشكلة عم نعاني من هايدي الظاهرة من هايدي الظاهرة يعني أنت عم تشتري عقار ممكن عم كتير تتخوفي من موضوع أنه اللي باعك هذا هو مالك العقار تماما فيما بعد هلا كمان بدكم تتفاجئوا لموضوع هو برجع بقول القانون اجتماعي أكتر ما يكون تنفيذ للقانون لأنه روح القانون هي اللي بتهم المواطن أحد الورسة بعقار كبير كتير باع العقار على أساس أنه المالك الحقيقي هو مالك على الشيوع يعني أسهم معينة جزء معين من العقار جزء معين فأهم بيبيع العقار على أساس قالوا ليك تطلع أنا مالك عن جدي عن عمي أما بعرف شو أنه أنا اللي بدي أتصرف بالعقار يفاجأ الشخص بعد ما اشترى العقار أنه مجموعة الورسة طبعا بيغض النظر عن هذا اللي باعه رافعين على دعوة احتيال قالوا لو أنت آخذ عقار ما لا إلك ونحن بنا نسترجع العقار لنا فهون هذا البائع لا يضمن حقه هو يصطف له البائية الورسة بخاصمه الشخص اللي باعه يعني البائع يعني ما مشكلته للمشترك أكيد أذا كان حسن المياه طبعا هون بنرجع من الأكيد يعني على المواطن عنده شراء عقار معين يرفع فورا دعوة وضع إشارة حجز على العقار لحتى ما يقدر أي شخص يتنصل أوه إحدى السيدات البسيطات يعني أنه عم عطت رهنية يعني عطت مبلغ من المال لأحد الأشخاص طبعا من مدة عشر السنوات قال له عادي بالبيت مقابل أنا أتصرف بهذا المبلغ ولما بدك بدي العقار تطلعك وبعدك برجع لك المبلغ مضاعف فهي طبعا على بساطة قبلت بهذا العقد حطتوا عملة عقد رهنية كالعادة الجاهز من العقود الجاهزة عقود برجعوا بأكد للأخوة المواطنين يعني ينتبهوا من العقود الجاهزة لأنه ما عم تخدموا عم تكون شي دليل ضدهم ملا صالحهم في تفاجأ هلأ حاليا هو هرب خارج القطر وملاحق والعقار أنه بنته عم تلاحقه وتقول لي يلا طلعي من البيت بدي العقار يعني لولا أنه فورا ترفعي دعوة وضع إشارة حجز لقاء المبلغ اللي أنت عاطي طهية فلذلك هون المواطن عند شراءنا برجعوا بأكد لموضوع أرض أو عقار أو بناء معين لازم نوضع إشارة حجز لأن العقارات بشكل عام يعني بتتصف بصفة السبات يعني ما قبل ما أدر أنه يعني تصوري عقار موجود في منطقة معينة تفاجأي أنه صار بمنطقة أخرى فلذلك هذا الموضوع حتى أنه موضوع المركبات أو السيارات برجعوا بقول دائرة المواصلات هي الدليل فيما بعد أنه بيتأكد من المحكمة أنه إذا بدوا ينقل ملكيتها ورفض الشخص الآخر ينقل ملكيتها أستاذ سروات أتفضل يا عيدا عقود الزواج يعني قبل ما يدركنا الوقت ما حكينا عنها كمان عم يصير علي كتير إشكاليات والله أنا بتمنى بحلقات قادمة لأنه موضوع عقود الزواج موضوع شائق جدا ويجب بحثه بس إذا منعطي لمحة هيك بس صغيري لمشاهدين تكلمعينك بس أصدي أنا لأنه تختم المواطنين لأنه للأسف حالات الطلاق جاوزت يعني 97% مزبوط بشكل عام عقد الزواج طبعا هو بيتم بالإيجاب والقبول بموافقة من الشاب والفتاة في إجراءات معينة يجب الإمتسال لها لكن بسؤالك الرائع جدا بدي اتطرق لموضوع عم يلجأوا له الأطراف ألا وهو العقد العرفي العقد العرفي أنه أنا ما بدي مثلا يعني بعيدا عن توسيقه بمحكمة الأحوال الشخصية عم يلجأوا أنه أنا وياها ببروم عقد فيما بعد بيصير عنه ولد إجباري بيتم تسبيت هذا الزواج من أجل نسب هذا الطفل تفاجأي أنه في بعض أحيان بيرفعوا دعوة تسبيت زواج بعد شهرين ثلاثة بيتم المخالعة للأسف للأسف طبعا هنا المرأة يمكن دائما هي الطرف المتضرر أكثر من الرجال بكتي هلأ هذه السيدة اللي عما أتطرق أنا وحكيت عنه أنه بقلة نازلي عن المتقدم والمتأخر مقابل أنه أعطيكي شقة سكنية وتم إبرام عقد أولي بينه وبينه ألا يدل على نية سيئة من طرفه طبعا صحيح فلذلك سواء كونه موضوع قانوني لا إلي أو لا أحد الزملاء يتم التطرق لموضوع إبرام عقد الزواج يجب التأكد من أنه خلوهم من الأمراض مدى التوافق الفكري والاجتماعي بينه وبينها أهم شيء يكون أيضا العقد موسق بمحكمة الأحوال الشخصية طبعا ودائرة الأحوال الشخصية عفوا محكمة الأحوال الشخصية عنا باللادية أو المحكمة الشرعية كتير عم تتشدد بموضوع يجب يجب أن يتم التشديد على هيدا بس هنه عم يلجأوا لطرق فرعية الزواج العافية غير مثبتة والسيدة طبعا أتت من محافظة أخرى عندها عشر أولاد بنت فوق 18 سنة وزوجها متوفي وعقدها ما بسبب ولا ولد من أولادها مثبت عند الدولة يعني لما تزال حتى الآن بعد هالعشر أولاد وعمرة خمسين سنة هي تعتبر غير متزوجة يعني أستاذة ثروت هيدا يمكن كلها تبيرجع لموضوع التوعية القانونية اللي نحن كتير مفتقدين لها يمكن بتشاركين الرأي طبعا موضوع الثقافة القانونية هو مثل ما قالت الأستاذة هتاب بموضوع أنه لا ما كل المواطنين قادرين أنه يكون عندهم ثقافة قادرين لما أنت تعرفي شو باللي بدك هلأ أنت عزرا نازل على السوق حدا فينه يفرض رأيه عليك بالنسبة لاختيار البدكية طبعا لا وبالنسبة للعقد هيك ما فينه حدا يتزرع أنه والله أنا ما بعرف بالعقد وما بعرف قانونيا فهذا الموضوع يجب أنه تأكد منه هو المفروض يمكن يكون موجود عند كل شخص استشارة قانونية مثل ما تفضلتي حضرتك لأي عقد ممكن أنه يبرمه صحيح لا بس أنا كتير من زملائي موضوع الاستشارة موضوع مجاني فلذلك أنه أنا بسأل أي محامي أو بسأل عن محامي عن موضوع الاستشارة ما بيتم أخذ مبلغ معين بسأل يعني حتى داخل المحكمة داخل المحكمة بين أروقت المحكمة بشكل عام ممكن تاخذ اللي بدك يا سألي كذا محامي وفي محامين متقاعدي بيعدوا بالنقابة بيعدموا الاستشارة للناس أو للأفراد العاديين إذا بتسمحي لنا كمان معنا اتصال لأبو حيدر أنت معنا أهلا وسلنا سلام عليكم كيفكم إن شاء الله خير عليكم السلام بدي أحكي مع الأستاذي بس سؤال هيك تفضل هي معنا صدى واحدة توفى زوجة وراحت عنده ولدين منها تركت الولدين من عين بيت عمّة وراحة زوجة هي تزوجت من شخص آخر تزوجت من شخص آخر طبعا وتركت الولاد الولاد طبعا هلا صفوا بالخمسة عشر وأربعة عشر أربعة عشر وخمسة عشر ثانية ثنين يعني ثلاثة عشر بيحقوا لأهل زوجة هل يحق لها الحجز على ملكية جوزة أو إشارة رهن؟ طيب تكرم عينة بس هالسؤال شكرا لأتصالك أبو حيدر تكرم عينة أحسر إرز رايح تفاجئو أنه حاطي هي إشارة حجز عملاك أنا بإلك ليش حطت إشارة حجز؟ الله أعطيك العافية أهلا وسهلا أهلا هي وضعت إشارة حجز بالنسبة للمتقدم بتكون ما أخدته وبالنسبة للحصة الإرسية الحصة الإرسية بشكل عام كتير منوقع بإشكالات بالنسبة لإله الزوجة بعد وفاة الزوج إذا كان في أولاد بتحصل على التمن في حال عدم وجود الأولاد تحصل على الربع هاي شو عملت؟ بما أنت زوجت من شخص آخر خافت على حصة الإرسية وبتكون المتقدم ما أخده المتقدم دين ممتاز دين ممتاز يستحق الإستيفاء عند الطلب يعني حتى بظل الزوجية القائمة إذا ما كاتب المتقدم غير مقبوط تستطيع أن تطالب به تستطيع أن تطالب به حتى لو الزوجية قائمة بيناتهم فهي بتكون ما حصلت على المتقدم والحصة الإرسية اللي هي التمن يعني بدي أكد على ناحية بيوقعوا فيها المواطني الزوجة سواء كان عندها أولاد أو من ضرطها فينا نقول يعني من زوجة أخرى تحصل على التمن في عدم موجود الأولاد نهائيا تحصل على الربع فهي تأدمت بوضع إشارة حجز وهي ظاهر تتمتع بزكاة أو استشارت أو الزوجة الثانية صار يتمتع زكاة ممكن أيضا من أجل حصته فهو المشكلة يعني هي وضعت إشارة حجز بس بالنهاية هي تستطيع الحصول على نصيبة الإرسية حتى لو تزوجت آخر فينهم يردوا ويرفعوا هذه الإشارة بمصالحة معها يعني شو بتعادل حصته الإرسية يدفعوا لإياها مع المتقدم كما هو بيرفعوا إشارة الحجز بس برجعوا بقول لازم كل المواطنين أنا الأخ اللي يتصل ما يأخذ من باب نقد هي تتمتع بزكاة وضمنة حقها لأنه بعض الزوجات بعد وفاة الزوج للأسف بتم تنكيل فيهم وتخليصهم الأولى صحيح تخليصهم حقوقهم أكيد بدنا نتشكر وجودك معنا أستاذي سروة غريب أعطينا هيك معلومات حلوة يمكن وصار في أنا شوية توعية وسقافة أكيد أهلا وسلم شكرا شكرا